اختارات الاحتلال الاسرائيلي اختارات بوقف العمل والبناء لعدد من المنازل في قرية رافات غرب محافظة سلفيت وتحديدا في المنطقة الشمالية الشرقية من القرية نحن نبارح دخل الجيش الاحتلال الاسرائيلي للقرية الساعة 11 صباحا في المنطقة الشرقية الشمالية من البلد ومعه جب ابيض اللي هو جب الادارة المدنية التنظيم وزع اختارات وعلكها على المنازل في المنطقة الشرقية الشمالية من البلد وهذه الاوامر او التباليغ تشمل امر التوقف عن البناء واي اعمال اخرى هذه الاختارات والتي وصلت الى تسعة منازل ثلاثة منها مأهولة بالسكان تمنع المواطنين من التوسع العمراني داخل حدود القرية كما وتسلم مجلس قرى ورافات اختارا بوقف العمل والبناء للملعب الرياضي في القرية والذي قام المجلس ببنائه منذ ثمان سنوات طبعا احنا بحكم اننا تحت احتلال صهيوني اسرائيلي فاشي وانه هذه الحملة ممنهجة من كبل دولة الاحتلال ومن كبل حكومة اليمين المتطرف من بعد احداث سبع اكتوبر انه الحملة الشرسي زادت على الكرة في محافظة سلفيت بالتحديد وانه الجيش الاسرائيلي في اغلب الاحيان بدخل الكرة في المحافظة بوجه التباليغ واختارات بالهدم او بالتوكف عن العمل بمحاولة منه على سيطرة على الارض وحصر التوسع العمراني للمجلس ولا البلدات المجاورة المنطقة الشمالية الشرقية من البلدة والقريبة من مستوطنتين ليشم وعلي زهاف الجاثمتين على اراضي المواطنين هناك تمارس فيها سلطات الاحتلال سياساتها الممنهجة لتهجير المواطنين من ابناء شعبنا وضمها لصالح التوسعات الاستيطانية لتلفزيون فلسطين لينا دوابه سلفيت